بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل هذا التمرين للمتتاليات العددية بكالوريا 2014 شعبة تقني رياضي إلا لننطلق مباشرة على بركة الله كما أنصح شعبة العلوم وشعبة الرياضيات بمتابعة الحل إذن لاحظوا ماذا قال نص التمرين قال F هي الدالة المعرفة من المجال من الواحد إلى الزائد مالنهاية بالعبارة F لX تسعين X ناقص لغة X ناقص 1 قال سؤال أول حدد حسب قيم X إشارة ماذا إذن نقول إشارة F لX ناقص X ركزوا هنا لو تدققوا هنا يا أبنائي لاحظوا F لX ناقص X معنى كأن ما هي نفسها F لX ناقص Y حيث الـ Y هنا كم يا أبنائي لو تدققوا الـ Y هو X معناه وكأنما هنا المنصف الأول يعني يريد أن نبحث وضعية المنحاني الدالة F مع المنصف الأول لهذا المستقيم نتابع جيدا هنا أبني معناه ما علينا إلا أن نقول ها هي F لX لاحظوا ها هي F لX ناقص ماذا ناقص X ها هي F لX ناقص X فإننا تصبح تساوي هذا يذهب مع هذا مباشرة نصبح ناقص لغة ماذا أبنائي X ناقص 1 الآن للبحث على إشارة هذه العبارة نجعلها تساوي الصفر ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص لغة ماذا؟ ركزوا X ناقص 1 تساوي الصفر تابعوا جيدا أبنائي هذا الناقص 1 مهما كان هذا الناقص 1 لنلاحظه مهما كان هو ناقص 1 معناه كأنما تصبح لنا ناقص 1 في لغة ماذا؟ X ناقص 1 يساوي الصفر هل الناقص 1 يا أبنائي يساوي الصفر؟ لا إذا الناقص 1 هذا لا يساوي الصفر مهما كان من هو الذي إذا يساوي الصفر؟ الذي يساوي لنا الصفر هو لغة م ركزوا أرجوكم X-1 تساوي الصفر للتخلص من اللغارتم عندنا خاصية هي أسية اللغارتم A حيث A عدد موجب تماما تساوي لنا A ركزوا إذا ماذا تقول قاعدة تصبح لنا أسية اللغارتم X-1 تساوي لنا أسية صفر أدخلت الأسية على كل طرف فتذهب الأسية واللغارتم يصبح لنا X- ركزوا X-1 تساوي لنا أسية الصفر ها هي أسية الصفر المشهورة وهي الواحد ماذا ينتج أنه هذا ينقل إلى هنا تصبح لنا X-1 زائد ماذا زائد واحد معناه X يساوي لنا إثنان إذن هذه هي أبناء العبارة هذه العبارة تنعدم عند الاثنان ونحن على صواب لماذا عوض هنا بالاثنان تصبح لنا لغارتم ماذا لغارتم إثنان ناقص واحد وهي لغارتم الواحد واللغارتم الواحد مشهورة إنها صفر هذه فيما يخص ماذا تنعدم أين تنعدم لكن نحن نبحث ليس أين تنعدم إنما نبحث يا أبنائي عن الإشارة إذن ركزوا أرجوكم هنا نقطة بنقطة إذن معناها الإشارة هي هذه يا أبنائي ركزوا أرجوكم معناها توصلنا إلى أن أف لإكس ناقص إكس تساوي لنا ماذا أبنائي تساوي لنا ناقص لغارتم إكس ناقص واحد وهي هاهي أمامكم بكل بساطة نتابع جيدا هنا الآن نقطة بنقطة كيف نتعلم هنا قلنا أن العبارة أبنائي تنعدم عند إكس يساوي لنا إثنان نعين جدول إشارة بسيط من خلاله نقضي على هذا المشكل نعفوا تابعوا جيدا هنا أبنائي هكذا وهكذا تابعوا نقطة بنقطة هكذا أبنائي ثم نرسم هذا الجدول الذي من خلاله نتعلم تابعوا هكذا الآن ماذا نكتب؟ نكتب هنا الإكس مجموعة التعريف لهذه العبارة مهما كان هي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية لاحظوا أبنائي نقطة بنقطة هكذا ومجموعة التعريف قلنا من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية هذه تبقى كما هي هكذا إذن هنا غير معرفة نتابع نقطة بنقطة إذن هنا غير معرفة عند ماذا؟ عند العدد واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية ما هي العبارة التي نبحث عن إشارته اللي هي هذه اللي هي ناقص لغارتم إكس ناقص واحد عند ماذا وجدناها تنعدم؟ ها هي تنعدم عند الإثنان هنا تنعدم ماذا تقول القاعدة؟ هون ركزوا مالي أمر بسيط جدا إشارة معنى هذه العبارة هذا هو الفرق لما عوضنا وجدنا هذه ناقص لغارتم قلنا إكس ناقص واحد معادلة هي من الدرجة الأولى مهما كان ماذا تقول إشارة الآ؟ هو يا أبنى إشارة هذا الذي في الخارج مضروبة في هذا الذي هنا بالداخل زائد في ناقص ما هذا؟ ماذا تعطيكم ناقص؟ إذن هنا نقول الآ معنى الآ في هذه الحالة كيف هو أصبح عيمة سالبة؟ تصبح هنا نفس وهنا عكس لو جاءت هكذا تصبح الزائد في زائد معنى الزائد تعطيكم آه موجب يصبح هنا الزائد وهنا ناقص لو جاءت هكذا جاءتنا هنا ناقص وهنا ناقص يصبح ناقص في ناقص ما تعطينا الزائد تصبح لنا هنا الزائد وهنا ناقص ها هي الإشارة كيف تعين من هذه العبارات يا أبنائي من هذا النوع بكل بساطة قد يعني قمنا بتعينها وها هي أفوا وها هي أمامكم في هذا الجدول البسيط فقط أبنائي الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده نتابع الآن قال عين اتجاه تغير أف إذن نقول تغير ماذا تغير اتجاه أو اتجاه تغير أف هنا معناه أول شيء اللي هو المشتقة تصبح مباشرة أف فتحة لإكس تساوي مشتقة دل اللغة الاتمية مشتق هذا كم يا أبني اللي هو واحد عندنا مشتق لان أف أي دل موضوع داخل اللان مشتقها ماذا تقول مشتق ما بداخل اللان اللي هو ما بداخل اللان اللي هو الأف مشتق الأف على الأف بكل بقاء أف فتحة مشتق الأف على الأف يعني اللان لا يبقى له نصيب تصبح هنا عندنا ركزوا عندنا ها هو ناقص هذا الناقص خارج اللان يبقى هنا مشتق ما بداخل اللان مشتق هذه العدد الواحد الصفر والإكس هو الواحد تصبح لنا واحد على مشتق ما بداخل اللان على ما بداخل اللان الذي على ما بداخل اللان اللي هو إكس ناقص واحد هكذا الآن نكمل الآن مع الإشارة ركزوا هذه هي المشتقة نكمل معها تصبح لنا فتحة لكس تساوي واحد المقامات ما هو المقام مشترك ركزوا هكذا هكذا المقام مشترك لهو هذا فيها عفوا لهو هذا في هذا تصبح لنا ماذا اكس ناقص واحد ركزوا ناقص واحد على ماذا ابنائي على اكس ناقص واحد تصبح ênقل لنا ماذا تصبح لنا المشتقى لهي لاحظوا سبح لنا فتحة لآكس يساوي ماذا لاحظوا يصبح يساوي اكس ناقص واحد وفي البصر اصبح لنا اكس ناقص اثنان نعم لأن هذا السببح ناقص واحد ناقصوا سبحلينا اكس ناقص اثنان هذه عبارة ماذا؟ هذه هي عبارة يا ابني المشتقة ركزوا بما أن هذه هي عبارة المشتقة نبحث الآن عن إشارة المشتقة إذن إشارة ركزوا إشارة فتحة لإكس من إشارة ماذا؟ من إشارة البسطي لماذا؟ لأن المقام لاحظوا مجموعة التعريف المقام هذا مهما كان هو قيمة موجبة في هذا المجال في هذا المجال لماذا؟ لأن لو نأتي إلى المقام لهو إكس ناقص واحد ينعدم عند الواحد هنا زائد وهنا ناقص لاحظوا المجال هو من هنا إلى الزائد من هنا إذن كيف يكون موجب؟ يعني لا يوجد له تأثير إذن تصبح ببسطة لهو إكس ناقص إثنان يساوي السفر ننقل هذا إلى هذا الطرف تابعوا تصبح لنا إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا الإثنان لاحظوا الإكس يساوي لنا قلنا الإثنان نأتي إلى جدوى الإشارة بأبسط طريقة لهو جدوى الإشارة هذه المشتقة تابعوا أبنائي نقطة بنقطة حتى نتعلم هكذا وهكذا ناقص تابعوا أبنائي نقطة بنقطة حتى نتعلم إذن ماذا ينتج؟ ينتج لنا قلنا الإكس الدلة معرفة من الواحد إلى غاية الزائد من هالنهاية هذه منطقة محرمة معناها هكذا منطقة منوعة تصبح لنا المشتقة ماذا وجدنا؟ وجدنا أن إشارتها من إشارة هذا البسط اللي هو إكس ناقص إثنان تنعدم عند الإثنان هكذا وهنا هكذا متابع إذن قلنا هكذا معادة من الدرجة الأولى هنا نفس وهنا عكس وهذا المكان لمن؟ لأف فتحة لإكس إذن ماذا يعطينا؟ يعطينا ناقص زائد لأنه هو إشارة من إشارة هذا البسط فقط هذه فيما يخص جدوى ماذا؟ ركزوا جدوى الإشارة هو جدوى الإشارة تابعوا نقطة بنقطة أبناء هذا جدوى الإشارة ماذا نقول؟ قال هو التغير لم يطلب مننا جدوى التغيرات أو ما شبه هذا لك نقول الدالة لاحظوا الدالة أف كيف هي؟ من هنا إلى هنا لاحظوا ناقص ما معنى ناقص؟ معنى متناقصة إذن دالة أف متناقصة على المجال ما هو المجال؟ من الواحد إلى الإثنان هكذا ومتزايدة يعني في المكان الذي فيه زائد من الإثنان إلى غاية الزائد ماذا أبناء؟ إلى غاية زائد ما لا نهاية بهذه البساطة المطلقة نتطرق الآن إلى السؤال الذي جاء بعده لاحظوا قال بيّن أنه إذا كان إكس ركزوا إكس ينتمي إلى المجال ما هو المجال؟ الإكس ينتمي من الإثنان إلى الأسية زائد واحد فإن آف لإكس تنتمي من الإثنان إلى أسية زائد واحد ركزوا الإكس ينتمي من ماذا؟ نلاحظ هنا في الجدول سوف تدقيقوا بمعينكم كيفية الإجابة على هذا السؤال قال الإكس ينتمي من إثنان من الإثنان إلى الأسية زائد واحد وهي ثلاثة فاصل واحد وسبعون لأن الأسية هي إثنان واحد وسبعون زائد واحد وسبح ثلاثة فاصل واحد وسبعون ركزوا إلى الدالة يا أبنائي في هذا المجال هذا المجال هنا كيف هي الدالة؟ متزايدة نقول بما أنّ ركزوا بما أنّ أف كيف هي؟ مستمرة لاحظوا أولا مستمرة ومتزايدة على المجال ما هو المجال يا أبنائي؟ المجال هو من إثنان إلى الأسية زائد واحد نحتاجها ذلك المجال لا دخلنا في بقية المجال يقول أحدكم يا أستاذ هاو قل من الإثنان إلى زائد لا أنا يهموني المجال الذي يتحدث عليه في الإكس فقط إذن أف مستمرة ومتزايدة على المجال إثنان إلى من الإثنان إلى الأسية زائد واحد هذه النقطة الأولى هذا إذن هنا يصبح الإكس ينتمي في هذا المجال تكون دالة متزايدة هذا النقطة الأولى فإن ماذا؟ معناه يصبح لنا إكس ركزوا نكتبها كذا إكس يصبح محصور ما بين الأسية زائد واحد وماذا؟ والإثنان يعني هذا هو التفسير لهذه على شكل متبينة لاحظوا أو الحصر فإن ماذا؟ وبما أن الدالة إذن بما أن الدالة أف متزايدة ومستمرة فتقول القاعدة يمكن أن ندخل الأف على كل طرف ولا تتغير المتبينة هذه من شروط الدالة المستمرة والمتزايدة فيصبح لنا آف لإثنان أقل من آف لإكس أقل من آف لأسية زائد واحد لكن هنا علينا أبناء هل هذه القيم هذه الصور هل تنتمي إلى هذا المجال وهذه إلى هذا المجال؟ يجب أن نثبت ذلك يكون محصورة نأتي إلى حساب آف لإثنان تصبح لنا ماذا؟ آف لإثنان نأتي بالدالة ها يعوض هنا بإثنان وهنا بإثنان وهنا بإثنان تصبح لنا إثنان ناقص لغة لتم الواحد اللي هي كم؟ لغة لتم الواحد يا أبنائي اللي هي الصفر إذن هذه أعطت لكم كم إثنان معناها تصبح لنا هنا الإثنان هكذا وهنا آف لإكس بقيت لنا الجهات الأخرى نعوض بماذا؟ يا أبنائي نعوض قلت في مكان الإكس بالأسية زائد واحد تعالوا نعوض بالأسية زائد واحد تابعوا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الأسية زائد واحد ناقص لغة رتمة هذا ذهب مع هذا تصبح لنا الأسية ركز وتصبح لنا الأسية زائد واحد ناقص لغة رتمة الأسية مشهورة هي الواحد لهي واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم أبناء تصبح لنا الأسية فإن الأسية هل تنتمي إلى هذا المجال؟ نعم لأنها هي أصغر إذن تصبح لنا هنا ماذا؟ الأسية هل هذه الآفلي إكس محصورة؟ نعم لأن الأسية محصورة في المجال من ماذا؟ محصورة في المجال من الاثنان محصورة إلى ماذا؟ إلى الأسية زائد واحد والاثنان كذلك محصورة من بين الاثنان إلى الأسية زائد واحد والدالة كيف هي؟ والدالة متزايدة ومستمرة إذن تبقى صحيحة هذه الكلام ومنه بكل بساطة معنى هذا ينتمي الى هنا وهذا ينتمي الى هنا والدالة متزايدة اذا ومنه اف لي اكس تنتمي الى الاثنان والاسية زائد واحد لكن هنا من هو المنقذ الوحيد هو المستمرارية والتزايدية بهذا البساطة المطلقة ها قمنا يا ابني بالاجابة على هذا السؤال يقول احدكم يا استدوى اذا حسبنا الاسية مثلا ووجدناها اسية مربع مثلا او الاسية زائد خمسة يا ابني الاسية زائد خمسة لا تنتمي الى هذا المجال فيبقى الكلام انه انت مخطئ في الحساب لان السؤال هو بيين يعني يجب ان تجدها انها محققة ثم بعدما وجدنا هذا السؤال نأتي الى السؤال الذي جاء بعده نتابع لاحظوا قال الان جاء فرع الاخر لهو من الدالة جاءت المتتالية قال الان المتتالية المعرفة على ان كما يلي بحدها الاول لاحظوا ها هو حدها الاول وهو اولي سفر يسوي لنا الاسية زائد واحد ومن اجل كل عدد ان من ان يعني كل الاعداد الطبيعية عطيت لنا هذه العلاقة التراجعية ها هي علاقة تراجعية قال برهن انه من اجل كل عدد من ان فان اولي ان محصورا ما بين اثنان والاسية زائد واحد دققوا معي وتعالوا نعود الى هذه الكتابة وانظروا ماذا حدث لاحظوا الا تلاحظون يا ابناء ان هنا يوجد وجه مشابه ان في مكان الاس وضع اولي ان وهنا في مكان الاس وضع اولي ان وهنا في مكان الاس وضعت اولي ان زائد واحد وكأنما اولي ان زائد واحد اصبح تسعين اف لأولي ان يعني ضعوا في كل مكان من الاس اولي ان تجدون ان اولي ان زائد واحد تسعين اف لأولي ان هنا كيف نثبت قال السؤال هو برهن بالتراجع اذا البرهن ان ماذا ان اولي ان ينتمي من الاثنان الى الاسية زائد واحد اولا نقول من اجل برهن بالتراجع دائما في خطوات من اجل ان يساوي الصفر ماذا يصبح يصبح اولي صفر اولي صفر ما هو هو الاسية زائد واحد هل الأسية زائد واحد هل تنتمي إلى هذا المجال نعم إنها تنتمي إلى هذا المجال إذن الأسية زائد واحد محصورة ما بين الأسية زائد واحد وما بين الاثنان إذن نقول بي لسفر أبنائي كيف هي محققة هكذا تقول القاعدة ثم المرحلة هذه رقم واحد المرحلة الثانية أبنائي ما هي ونفرض هكذا تقول القاعدة ونفرض أن القضية بيليان كيف هي أبني محققة ما معنى كلمة القضية بيليان محققة معنى هذه العبارة التي طلب منا أن نبرهنها في البرهان بالتلاجع عليكم ماذا أن تقولوا عليكم أن تفرضوها ما معنى هذه معنى يحقق أن الإيليان يصبح محصور ما بين الأسية زائد واحد وما بين الاثنان هذه الكتابة على شكل مجال وهذه على شكل حصر فقط درستمها في السنة الأولى المجال والحصر معنى هذه الكتابة تشبه هذه الكتابة مئة بالمئة تابعوا جيدا نقول ويريد ونقول إذن نفرضها ونبرهن ماذا صحة القضية ماذا بيليان زائد واحد أنها أبنائي محققة ما معنى أنها محققة معنى أن نثبت أن إيليان زائد واحد محصور ما بين الأسية زائد واحد وما بين الاثنان هكذا تقول القاعدة كيف نقول نعود دائما لما تتقول هذه الكلمة يا أبنائي عودوا إلى أصل البرهان من الفراضية نقول لدينا من الفراضية ها هي الفراضية التي فرضناها دائما برهم التلاجع عدوا الأصل إلى الفراضية قولوا لدينا إيليان محصور ما بين الأسية زائد واحد وما بين الاثنان هذا الشرط الأول ركزوا أبنائي وماذا وشرط آخر وآف الدالة وآف الدالة المرفقة ما معنى الدالة المرفقة؟ ها هي أبنائي فيما كان لاحظوا الإكس وضع الإيليان فقط كيف هي أداء وآف الدالة المرفقة؟ كيف هي أبنائي في هذا المجال؟ من الاثنان إلى الأسية زائد واحد تحدثنا عليها وقلناها إنها من هنا إلى هنا كيف هي متزايدة؟ أفول متزايدة نقول وآف الدالة المرفقة متزايدة على المجال ما هو المجال؟ من الاثنان إلى الأسية زائد واحد إذن هذا الشرط الثاني نقول بكل بساطة فندخل الآف على كل طرف تصبح آف لمن؟ لإثنان وهكذا وآف لإيليان ومن هنا آف لمن؟ للأسية زائد واحد لاحظوا ها هو بدات الأمور تظهر هذه كم وجدناها؟ وجدناها أنها إثنان وهذه ما هي تمثل؟ آف لإيليان ماذا تمثل؟ آف لإيليان قلناها إنها إيليان زائد واحد وهنا كم؟ وهنا الأسية تابعوا جيدا إذن ماذا ينتج أبنائي؟ هذا حاسبناها حاسبناها في قضية الدالة ها هو الأمر ربما تقول أين هو؟ ها هو يا أبنائي ها هو إذن ماذا نقول؟ بما أن ينصبح لنا ينصبح لنا محصورة ما بين الإثنان والأسية هذا يدل على ماذا؟ أنها مازالت محققة نقول ومنه محصورة ما بين الإثنان والأسية زائد واحد ومنه القضية ماذا؟ ومنه هذه أصبحت محصورة قد بين الأسية زائد واحد وماذا؟ حاسبا مثلما أدى المرفقة نقول ومنه القضية بليان زائد واحد محققة وأخيرا نقول يليان ينتمي أو محصور بكل بساطة محصور ما بين الإثنان والأسية زائد واحد بكل بساطة فقط هذا ما يوجد لنا في البرهان بالتراجع إذن البرهان بالتراجع في هذه الحالة استعملوا الدواء المرفقة لكن تحتاجوا كلمة متزايدة فقط الآن بعدما وجدنا هذا الشيء نأتي إلى السؤال الذي بعدها قال أدرس اتجاه تغير إليان إذن نقول دراسة اتجاه تغير ماذا؟ المتتالية المتتالية ماذا أبني إليان لدراسة تغير متتالية إليان نقول ندرس إشارة ماذا أبني؟ الفرق بين ماذا؟ بين تقول قاعدة ما بين إليان زائد واحد ناقص إليان وإليان زائد واحد لو تدقق معي ما هي عبارتها ها هي أبناء عبارتها لاحظوا إلى عبارتها ودققوا على ماذا تحصلنا ها هي العبارة تابعوا ها هي العبارة تصبح لنا ماذا تصبح لنا أبنائي تصبح تساوي لنا ناقص لغة لتما ناقص واحد ناقص لاحظوا إذن هذا يذهب مع هذا تصبح تساوي لنا ناقص لغة لتما ناقص واحد وهذه لو تدقق معي وتلاحظ أليس هي نفسها الذي أجبنا عليها في السؤال الأول يا أبنائي ركزوا ها هي أبنائي لاحظوا ها هي كما تشير آفلو إكس ناقص إكس لهي نفسها هنا آفلو إولي آن ناقص إولي آن لهي ماذا لهي إولي آن ناقص لغة لتما إولي آن ناقص واحد ناقص إولي آن يذهب هذا مع هذا فتحصلنا على هذا الجدول إذن هذا الجدول نعيد الرجوع إليه فقط ما نهل لا نتعب عقولنا كثيرا ونقول أنه نستنتجه يعني كان بإمكان يقول استنتج لاحظوا المتتالية أين تتغير قيمها قلنا أن الإولي آن يا أبنائي قلنا أن الإلي لاحظوا أنها تتغير قيمها تتغير من الإثنان إلى الأسية زائد واحد من الإثنان إلى غاية الأسية زائد واحد من هنا إلى هنا كيف هي القيمة يا أبنائي؟ هي متنقصة نقول من السؤال من جواب من جواب الجزء الأول نجد أن نجد أن بكل بساطة نجد أن نلاحظ من الإثنان إلى الأسية إلى الأسية زائد واحد كيف هي إشارة تلك الفرق؟ معنى إشارة هذه العبارة كيف تكون يا أبنائي؟ نقول أن من جواب الجزء الأول نجد أن لآن كيف هي متناقصة على المجال ما هو المجال؟ من الإثنان إلى الأسية زائد واحد لأن وإلا لما طرح تلك السؤال يا أبنائي وهو إشارة آفل إكس نقص إكس هكذا تشبه بكل بساطة يعني هو سؤال استنتاجي كما يمكن إن لم ننتبه لذلك نأتي إلى هذه العبارة ونقوم بدرس إشارتها نقول نضع ماذا أبنائي؟ نضع إكس يساوي لنا أولئان ونبحث عليها فنجد نفس هذه القيم نفسها هذه القيم لكن نحن نتحدث عن المجال الذي تتغير فيه الأولئان ها هو من الإثنان إلى الأسية زائد واحد لهي ثلاثة فصل واحد وسبع إذن لاحظوا من هنا إلى هنا ناقص إذن متتالية كيف هي متناقصة بكل بساطة معنى علينا أن نرجع إلى الأصل إلى السؤال الذي طرح في أول التمرين الآن ماذا نقول السؤال الذي جابته؟ قال برر تقارب المتتالية إليان برر تقارب ركزوا ماذا تقول نظرية نظرية أو مبرهنة ماذا تقول؟ تقول إذا كانت إذا كانت المتتالية كيف هي؟ هنا ظهرت كيف هي؟ ظهرت أنها متناقصة إذا كانت المتتالية متناقصة لاحظوا ومحدودة ومحدودة من الأسفل ركزوا محدودة من ماذا؟ من الأسفل بالرغم هي تظهر أن هنا محدودة يا أبنين من الأعلى والأسفل تابعوا جيدا ها هي ركزوا هنا تظهر أنها محدودة من الأعلى والأسفل لأن هنا الإليان لو تدقق الإليان أصبح محصور ما بين الأسية زائد واحد وما بين ماذا وما بين الإثنان لكن ما نحتاجه يا أبنائي ليس كل المجال نحتاج بما أنها متناقصة نحتاج الجهة السفلة إذا كانت متزايدة نحتاج الجهة العلوية إذا نقول بما أنها كيف هي متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد ما هو العدد أبنائي؟ ها هو العدد إثنان فهي هذه هي النظرية فهي أو النبارحة فهي متقاربة نحو نهاية هذه النهاية اسمها ماذا أبنائي؟ اسمها الليميت كل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة وكل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة أما الباقي لا نعلم وكل متتالية لها نهاية منتهية معنى خمسة عشر جذر خمسة لا يهم فهي متقاربة هكذا الآن هذه فقلنا على أنها كيف هي متقاربة ثم قال أحسب نهايتها حساب لميت ماذا؟ لميت لأن لما الآن أكيد بدون حتى لكم الحق أن لا تكتبوا الآن أين يقول لأنه أكيد الآن يقول للزيد من لأنه عدد طبيعي ماذا تقول القاعدة؟ نقول تقول بما أن بما أن لآن كيف هي متقاربة هذا الشرط عليكم أن تذكروا فإن نتابع فإن ماذا أبنائي تقول القاعدة؟ فإن بما أن إذا قلنا كيف هي متقاربة فإن لاحظوا زائد واحد تساوينا لميت وتساوي لنا نهاية ثابتة وهي أل حيث هنا الآن دائما قلت يقول إلى الزائد من يبدون أن تكتبوها هكذا ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه نأتي بعبارة ها هي العبارة ونكتب ماذا أبنائي؟ في مكان الأولي أن ضعوا الآل فقط واجعلوها تساوي أل ما معنى؟ نصبح لكم هنا هكذا أل ناقص لغة رتمة ماذا؟ أل ناقص واحد يساوي ها هي لاحظوا جيدا نتابع ونكمل نقطة بنقطة المعنى أن نجعلها ماذا تساوي؟ تساوي لنا أل مثل ما قلت هنا ضعوا أل أل تساوي لاحظوا تساوي أل ونهل هذه المعادلة بأبسط طريقة ممكنة عندنا هذا لو ننقله إلى هذا الطرف يصبح لنا ناقص لغة رتمة آل ناقص واحد يساوينا آل ناقص آل يذهب هذا مع هذا يصبح لنا ناقص لغة رتمة آل ناقص واحد يساوي لنا الصفر بما أن الناقص واحد لا يساوي إذن هذا الناقص واحد مهما كان لا يساوي الصفر ركزوا معنا يصبح لنا ناقص واحد في اللغة رتمة ماذا أبنائي؟ آل ناقص واحد يساوي صفر نتابع نقطة بنقطة فإن الناقس واحد قلنا لا يساوي مهما كان الصفر صبح لنا لغة رتم عبنائي آل ناقس ماذا ناقس واحد يساوي صفر ندخل الأسية على كل طرف فتصبح لنا أسية لان آل ناقس واحد تساوي لنا أسية صفر فإن يذهب اللان والأسية تصبح لنا لان ناقس تصبح لنا آل ناقس واحد تساوي لنا ماذا تساوي لنا واحد ننقل هذا لأن قصية الصفر تساوي لنا واحد تصبح لنا آل يساوي لنا واحد زائد واحد وآل تساوي لنا اثنان بهذه البساطة المطلقة ابنائي والآن يعني كذلك أن النهاية تصبح المتتالية متقاربة لأن نهايتها كيف هي أصبحت نهاية منتهية بهذه البساطة المطلقة ابنائي وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح وفي الأخير كذلك نتمنى أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير وزروا صفحتنا وهي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين الموجودة أسفل الفيديو ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته